تخيل يجيك إيميل إنه تم اختيارك في القائمة القصيرة للسفر إلى أمريكا والمشاركة في زمالة مندلا واشنطن للقادة لأفارق الشباب وكمان ينادوك السفارة الأمريكية ويعملوا لك انترفيو وبعدها يتصلوا عليك ويقولوا لك جهز ورقك وجوازك عشان اخترناك وهتمشي أمريكا شهر ستة بعد الحمازة كله الحرب تقوم في السودان وسفارة تقفل ويتم إجلاء كل الدبلوماسيين الأمريكيين بطيارات هلكوبتر فيبعتوا لك إيميل ويقولوا لك للأسف ما عندنا طريقة نسفر السودانيين وحاول قدم من البداية السنة الجاية وهيكون لك أولوية الاختيار يعني كل اللي فاده راح في الهواء القصة دي حصلت لعشرة شباب وبنات من السودان وفرصتهم للسفر إلى أمريكا طارت وهي فرصة جاءتني في 2018 وقضيت قرابة ستين يوم في أمريكا وررنا في التعليقات رأيكم شنو إذا القرار ده كان منصف للشباب يختاروهم ولا لا المصيبة بعد تسعى شهور الحرب لسه شغالة بعتوا إيميل قبل كم يوم وقالوا فيه قلينا أوريكم نشعر بالحزن لستمرار معاناة الشعب السوداني بسبب هذا الصراع الذي لا داعي له ونأمل أن تجدكم هذه الرسالة الترونية بصحة جيدة وعائلاتكم آمنة بينما يعمل موظفو سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم في مواقع مختلفة بالمنطقة لدعم الشعب السوداني والعلاقات الأمريكية السودانية تظل العمليات في سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم معلقة ولا يمكننا استئناف عمليات زمالة منديلا واشنطن في السودان لعام 2024 الزمالة وبعد النظر في مجموعة من الخيارات المتقدمين المقيمين في السودان ظلت العوائق اللوجستية والأمنية التي أدت إلى إلغاء البرنامج في عام 2023 قائمة وتفاقمت في بعض الحالات لذلك لن يتم النظر في المرشحين المقيمين في السودان وقد وقت تقديم الطلب للحصول على زمالة 2024 الفكرة أنه منح تانية زي الشفنينغ مثلا ما تأثرت وطلبت من السودانيين أنهم يقدموا التأشيرات ويكملوا الإجراءات في الدول المجاورة صراحة أنا شايف أن الحكم ده كان ظالم جدا لطلاب السودانيين